بصوا بقى يا جماعة الارض ما بتتحركش شما اقول يعني تكون الارض بتتحرك بسرعة 1670 كم في الساعة ونحن مش حاسين بيها نحن منركب عربية سرعاتها 100 كم في الساعة ونبقى حاسين احنا طيرين ولو بتتحرك زي ما بيقولوا كانت الطيرات تطير لها أساسا مكانة الطيارة تقف في الجو والارض تلف من تحتها وتوصلنا المكان اللي احنا عايزينه من الآخر نسب تشتغلنا والارض مسطحة وما بتدرش وما حدش يفتحني تاني في الموضوع ده او ممكن يكون في احتمال تاني يكون انا اللي مدرستش فيزيا كويس سلام عليكم الحلقة اللي فاتت انا وعدتوكو مش هجيب سرط الرياضيات في السلسلة دي تاني وانا فعلا عنده قعدي مش هجيب سرط الرياضيات بس للاسف هجيب سرط الفيزيا في الحلقة دي انا هحاول اوضح بعض الحاجات اللي مفهومة بصورة غلط واللي بسببها ناس كتير بتعتقد ان الارض مسطحة وثابتة وما بتلفش لكن قبل ما اتكلم عن اسبات حركة الارض تعالوا الاول نتكلم شوية عن قوانين نيوتن للحركة وعن نسبية الحركة واعتبروها حصة فيزيا بس ممتعة شوية الجسم اللي انت شايفه بعينيك ان هو ثابت مش شرط يكون ثابت على الاطلاق دوره يكون بيتحرك والجسم اللي انت شايفه بعينيك ان هو بيتحرك بطريقة معينة مش شرط تماما يكون دنوات حركته الفعلي انسى تماما مرابط عينيك للحركة وشوية وهتعرف ليه تعال نعرف الاول انت لما تحسش ان الارض بتتحرك نيوتن في القانون الاول يقول يبقى الجسم الساكن ساكنا والمتحرك متحركا ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة تغير من حالته لما يعني ان الجسم الساكن هيفضل ساكن الى ملنهاية والجسم اللي بتحرك هيفضل بيتحرك الى ملنهاية مدام ما اثرتش عليه قوة طب و لو اثرت عليه قوة يا عام نيوتن قال لك لا دي بقى نعمل له قلون له واحدها L لو في قوة غير متزنة أثرت على جسم هتغير من سرعته لو كان سابت هتخليه يتحرك ولو كان بيتحرك هتخليه سرعته تزيد أو سرعته تقل على حسب اتجاه القوة عملية التغير في السرعة دي بيسموها التصارع يعني التصارع بيحصل لما سرعتك بتتغير سواء بقى زادت أو قلت على سبيل المثال لو انت موجود على منصة متحركة بتتحرك بسرعة سابتة ركب عربية مثلا والعربية دي بتتحرك بسرعة سابتة لان كل القوة اللي بتأثر عليها متزنة الطريق هو هو نفسه دوسة رجلك على البنزين مفيش اي حاجة بتتغير صح العربية بتتحرك لكنك مش هتحس ابدا ان العربية بتتحرك لان العربية سرعتها سابتة بمعنى تاني ان ملهاش تصارع التصارع بس هو اللي بيحسسك بتأثير القوة وهو اللي بيعرفك انك انت اللي بتتحرك الحالة الوحيدة اللي كانت مخلياك عارف انك بتتحرك انك شايف الشجر والبيوت والطريق نفسه بتتحرك ومخة مدرك كويس ان الحاجات دي سابتة ومتتحركش ولو في احتمالية ولو بسيطة ان الشجر والطريق دول بيتحركوا كنت هتبقى في حيرة كبيرة جدا من امرك ده في حالة ان المنصة او العربية اللي احنا قلنا عليها بتتحرك بسرعة سابتة طب ولو مش بيتحرك بسرعة سابتة لأ هنا بقى الوضع مختلف لو جيت ضربت فرامل فجأة مثلا فده معناه ان في قوة جديدة غير متزنة اثرت على العربية وخلتها تغير من سرعتها تحديدا العربية قللت سرعتها بمعنى ان حصل تسارع بس في الاتجاه العكسي مدام حصل تسارع نتيجة لتأثير قوة فجسمك هيحس بالقوة دي وهيتنطر لقدام النطرة دي معناها انك كنت بتتحرك في الماضي بسرعة اكبر من السرعة اللي انت بتتحركها دلوقتي مش كنت ثابت زي ما انت متوقع وبالتالي جسمك بيحاول يحافظ على سرعته القديمة فبيطلع لقدام فانت كده ادركت ان انت بتتحرك نفس الفكرة بالزبط وانت واقف على الارض انت واقف حاسس انك ثابت لكنك شايف الشمس والامر والنجوم هم اللي بيتحركوا وابتعتقد ان الارض ثابتة لانك مش حاسس بالتسارع لان سرعتها ثابتة التفسير ده حلو ومخنوع جدا من عارف بس يعني انا تحكت عليك في حتة ظهرة قد كده وقلتلك ان الارض سرعتها ثابتة بس للاسف ده مش حقيقي الارض سرعتها مش ثابتة كان لازم تبقى عارف ان السرعة كمية متجهة يعني تتحدد بمقدار وباتجاه مش بمقدار بس وحتى لو قمت السرعة ثابتة وجيت تغير اتجاهها فالسرعة كده اتغيرت امتى مش مزاكر كويس يا استاذ الارض لو فعلا بتدور فحتى لو قيمت سرعتها ثابتة فهي بتغير اتجاهها كل لحظة وده معناه ان السرعة بتتغير وان الارض بقى لها تسارع والمفروض تحس بالقوة اللي بتخال الارض تغير اتجاهها كل لحظة وفكرة انك ما تحسش انها بتتحرك دي غير وردة بس في سؤال اهم ايه هي القوة دي اصلا عشان نحس بيها وبصراحة اجابة السؤال ده بتعتمد على مكانك في المدرجات او يعني انت بتبص على القوة دي منين اعتبر ان الارض عبارة عن مرجحة بالدور والمرجحة دي متعلق فيها كورة عن طريق حبل لو انت موجود جوه المرجحة هتشوف ان في قوة غير منطقية عمالة تزوء الكورة بعيدة عن مركز المرجحة والحبل مشدود عشان يمنع الكورة من انها تطير القوة دي في الحالة دي بيسموها القوة الطردة المركزية لانها بتطرد الكورة بعيدة عن مركز المرجحة انما بقى لو انت واقف برا المرجحة وبصيت على الكورة هتحس ان طبيعي جدا ان الكورة تتحرك مع المرجحة وان الحبل ده لازم يكون مشدود عشان يأثر دايما على الكورة بقوة نحية المركز عشان يخليها تغير من اتجاهها كل لحظة وتلف مع المرجحة في الحالة دي القوة اللي بتأثر على الكورة بيسموها القوة الجذبة المركزية يعني لو انت واقف جوة المرجحة هتحس ان في قوة بتأثر على الكورة وبتتفحها البرا ولو انت واقف برا المرجحة هتحس ان في قوة بتأثر على الكورة عشان تشدها الجوة والقوة دي بيسموها بالقوة الوهمية او الفلتشاس فورسيز لانها بتتغير بمجرد مغيرة المكان اللي بتبص منه عليهم المهم يعني لو انت واقف على الارض اللي المفروض انها بتدور فطبيعي تحس بقوة طارد المركزي زي المرجحة بالزبط وما دام الحاجات اللي موجودة على الارض مش مربوطة بحبل زي المرجحة فطبيعي ان كل حاجة تطير في الجو في مثال شهير دايما بيجي في فيديوهات الناس المؤمنة بالتسطح يجيب لك كرة تنس ويجيب لها مية ويلفاة في الجو فتلاقي ان المية بتتنطر برا كرة التنس قال يعني ان البحار والمحيطات والحاجات دي المفروض انها تتنطر برا الارض زي ما بيحصل مع كرة التنس وكلامهم على فكرة منطقي جدا مدام مفيش حبل بيمسك الحاجات اللي موجودة على الارض لكن الفكرة هنا هو مين قال اصلا ان مفيش حبل كل زرة موجودة على الارض مربوطة بحبل قوي جدا اسمه حبل الجاذبية وتعال انا وانت نحسب الفرق ما بين قوة الطارد المركزي وقوة الجاذبية عشان نشوف مين فيهم اقوى ويقدر نيغلب التاني لو جيت تحسب قوة الطارد المركزي اللي بتأثر على جسم كتلته 1 كيلو جرام موجودة عند خط الاستواء هتلاقي انها بتساوي مربع سرعة الدوران مقسوم على نصف قطر المدار سرعة دوران الارض 1670 كم في الساعة يعني 460 متر في الثانية ومربحها 211500 ستقسمها على نصف قطر المدار اللي هو نصف قطر الارض عند خط الاستواء اللي هو هيساوي 6300000 متر سيطلع لك ان القوة الطارد المركزية بتساوي 3 من 100 نيوتن في حين ان قوة الجذب اللي بتأثر على نفس الكتلة لو جيت تحسبها من قانون نيوتن التاني هتلاقي انها بتساوي الكتلة في تسارع الارض اللي هو عجلة الجاذبية واحنا افترضنا ان الكتلة هتساوي 1 كيلو جرام وعجلة الجاذبية بتساوي 9.8 من 10 متر على الثانية تربيع وبالتالي القوة هتساوي 9.8 من 10 نيوتن وبالتالي مفيش اي وجه مقارنة اساسا قوة الطارد بتساوي 3 من 100 نيوتن في حين ان قوة الجذب بتساوي 9.8 من 10 نيوتن يعني قوة الجذب اكبر 326 مرة من قوة الطارد وبالتالي مستحيل الحاجات تطر من على الارض زي ما هم بتتصوروا طب لماذا موضوع تحس ده معقول تكون بتتحرك بسرعة 1670 كيلو متر في الساعة وانا مش شايفها معقول جدا ولو بتتحرك بسرعة قد كده ألف مرة طول ما انت موجود في الفرين بتاعها ما دام انت موجود على الارض هتشوف انه كل حاجة حوليك هالي بتحرك معزة الارض لكن لو سيبت الارض وطلعت الفضا وبست على الارض هتلاحظ ان الارض بتتحرك بشكل طبيعي جدا وبعدين الارض مش كلها بتتحرك بسرعة 1670 كيلو متر الارض عبارة عن كرة بتتحرك في الفضا وبالتالي كل دائرة عرض لها سرعة مختلفة عن التانية الأرض بتلف لفة واحدة في اليوم أو كل 24 ساعة عند خط الاستواء نصف القطر بيقل أكبر وبالتالي بتقطع مسافة كبيرة في 24 ساعة فسرعتها بتبقى عالية بتوصل ل 1670 كم لكن كل ما طلعت فوق لحد ما توصل الأقطاب نصف القطر بيقل وبالتالي المسافة اللي بتقطعها في 24 ساعة بتبقى صغيرة وبالتالي سرعتها بتكون بطاعة جدا لدرجة انها تكاد تكون ما بتتحركش فرق السرعات ده بقى من الحاجات المهمة اللي خلتنا نعرف ان الأرض بتتحرك صحيح انت لو موجود على منصة بتتحرك حركة دائرية مش هتلاحظ انها بتتحرك لكن لو انت اللي بدأت تتحرك لمسافات بعيدة هتلاحظ حاجة غريبة جدا الحاجة دي هي وجود قوة وهمية تانية غير قوة الطارد المركزي بتأثر على الأجسام المتحركة و بتخليها تغير من مصارها قوة غير معروف مصدرها تصرف غير طبيعي و يبان كأنه سحر القوة دي بيسموها قوة كوريولس أو تأثير كوريولس ارجع معي تاني وتخيل انك موجود على المرجحة اللي بتدور وانت معك كورة وحاولت ترماها في خط مستقيم هتلاحظ ان الكورة بتاخد مصار منحني حاول تاخد الكورة تاني وترماها كل قوتك في خط مستقيم هتلاحظ برضو ان الكورة دائما بتاخد مصار منحني وكأن في قوة سحرية بتأثر على الكورة و بتخليها تعدل من مصارها اجبر بقى كده معي وانزل شوية من على المرجحة وخلي حد تاني مكانك يركب المرجحة ويمسك الكورة ويحتفى في خط مستقيم وانت بص عليه هتكتشف ان الكورة بتمشي في خط مستقيم بشكل طبيعي جدا ومفيش اي انحناء في مصارها يعني وانت جوه المرجحة بتشوف الكورة بتتحرك في خط مرحني وانت بره المرجحة بتشوف ان الكورة بتتحرك في خط مستقيم بشكل طبيعي جدا التأثير ده بيسموه تأثير كوريوليس زي ما قلت قبل كده وده بينشأ عن طريق اختلاف السرعات تفسير الكلام ده ايه وازاي بانطبقه على الارض انا هقولك لو عندك جسم بيتحرك من على خط الاستواء متجه للقطب الشمالي في خط مستقيم اثناء انطلاقه من على خط الاستواء فبجانب سرعته في الاتجاه الرأسي فهو برضو بيتحرك مع الارض نحية الشرق بنفس سرعتها يعني 1670 كم في الساعة واحنا قلنا ان سرعة دوران الارض بتقل كل ما اتجهنا نحية الاقطاب عشان نصف القطر بقى اصغر وبالتالي طول ما هو بيتجه نحية القطب سرعة الارض عمالة بتقل تحتيه نحية الشرق لكنه لسه سرعته اعلى منها وبالتالي هيبان كأنه بيزبقها وهيتجه نحية الشرق بسرعة اسرع وهيطلع مصاره منحني وده اللي بيخلي القناصة المحترفين يعملوا حسابهم لما ييجوا ينشنوا المسافات بعيدة لان الرصاصة اللي طلع في خط مستقيم مش هتمشي في خط مستقيم دي هتاخد مصار منحني نتيجة لانها هتمر بمناطق سات سرعات مختلفة على الارض وده اللي بيخلي الطيارات بتعدل دايما من مصارها لان لو في طيارة متجهة من بلد على خط الاستواء لبلد تاني على استقامتها ومشت في خط مستقيم في النهاية هتكتشف ان المصار بقى منحني ومش هتوصل لوجهتها وعشان الارض مكورة مش مسطخة فالانحناء في النصف الشمالي بيبقى عكس الانحناء في النصف الجنوبي لو جيت تطبق نفس المبدأ حتى الاعصير لما بتحصل بتلاقي دايما ان اتجاه الاعصير في نصف الكرة الشمالي عكس اتجاه الاعصير في نصف الكرة الجنوبي نتيجة لتأثير كوريوليس وفي فيديو كامل كنت عملته قبل كده بيشرح الموضوع ده بالتفصيل هبقى أسابلكوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن طبقى الوقت مش قناص ولا طيار ولا هقدر شوف العواصف في حاجة سهلة اقدر اعملها واعرف بيها ان الارض بتتحرك افين تعمل اللي عمله فوكو عالم فرنساوي اسمه ليو فوكو جاب بندول وحطه فوق القطب الشمالي للارض وتابع حركته و beside the actual teller, هقدت الشمlish على منصه متحركه ,الارض وتكون المستخدمه وعشان بندول بيت حرق الجسم على المنصه المتحركه ile هي الارض فانا كمان يوقف على الارض فمشعرف ان الارض بتتحرك لكني هلاحظ ان البندول محور دورانه عمال بيليف طب ليفوكو اصلا قرر ان هو يحط البندول فوق القطب الشمالي ليو فوكو قرر ان هو يحط البندول فوق القطب الشمالي عشان يكون البندول بمثابة محور دوران الارض وبالتالي الارض بتدور حوالين محورها دورة كل 24 ساعة فانا هلاحظ ان البندول هو اللي محوره بيدور دورة كاملة كل 24 ساعة واحدة هيقول لي يا عم شرف مش فيه جذبية ليه البندول نفسه مايلفش مع الارض هقول له دي بقى مشكلتك انت ما انت اللي مش بركز معاقي في اول الفيديو جسم البندول نفسه ده جسم ثابت على منصة متحركة وبالتالي انت والبندول والارض هتدوروا بنفس السرعة فانت مش هتلاحظ ان جسم البندول بيتحرك لكن الجزء اللي بتحرك في البندول هو اللي هتعتقد ان هو عمال يلف عكس اتجاه دورون الارض ولو انت سبت الارض وبصيت على البندول من الفضة هتلاحظ ان حركة البندول في خط مستقيم عادي جدا والارض هي اللي عمالة بتلف حواليه زي بالزبط اللي حصل مع المرجحة يقوم واحد تاني طلع لي بسؤال اجمد تبلهي الطيارة الهليكوبتر متوقفش في الجو والارض تلف من تحتها وتوصلنا للمكان اللي احنا عايزينه قوله ببساطة لان الطيارة لما وقفت في الجو بقيت عبارة عن جسم ثابت على منصة متحركة وحبل الجاذبية اللي رابطها مع الارض وبالتالي هتلف مع الارض ومش هتتحرك من مكانها البندول فوقه مش بس بيثبت ان الارض بتتحرك ده بيثبت كمان انها كروية البندول بيلف دايما عكس اتجاه دوران الارض وعشان الارض مدورة فهتلاقي ان اتجاه الدوران في النصفين بتوحها عكس بعضه في نصف الكرة الشمالي بتلاقي ان اتجاه دوران الارض عكس اتجاه دوران عقربي الساعة وبالتالي هتلاقي البندول بيلف في نفس اتجاه دوران عقربي الساعة اما بالنسبة لنصف الكرة الجنوبي فهتلاقي ان اتجاه دوران الارض بيكون في نفس اتجاه دوران عقربي الساعة وبالتالي لو جلت بص على البندول هتلاقي ان اتجاه دورانه بيكون في عكس اتجاه دوران عقربي الساعة وبكده يبقى انت عرفت من البندول ان الارض بتتحرك وانها كورة وعرفت كمان انت موجود في اي نصف من نصفين بتوحها وخو بقيت اينا؟ ده انت ممكن تعرف انت موجود على اي دايرة عرض بالزبط باستخدام البندول وكالعادة واحد هيسأل ازاي؟ مبدئيا عشان اللي مش عارف فدايرة العرض هي الزاوية اللي بيعملها المكان اللي انت موجود فيه مع المحور والافق للارض من نقطة المركز لو انت موجود عند القطب فالزاوية دي هتزاوي 90 درجة لو انت موجود على خط الاستواء فالزاوية دي هتزاوي صفر لو انت موجود في اي مكان ما بينهم فالزاوية دي هتتراوح من زيرو لتسعين وبالتالي نصف الكرة الشمالي متقسم لتسعين درجة يعني تسعين دايرة عرض ونصف الكرة الجنوبي متقسم هو كمان لتسعين درجة يعني تسعين دايرة عرض فلو انت تخطفت مثلا ومحتاج تعرف انت موجود عند اي دايرة عرض تحديدا كل اللي هتعمله هتجيب بندول وتحركه في اتجاه معين وتشوف سرعة دوران البندول ده حوالين محوره او بمعنى تاني تشوف البندول ده هيلف دورة كاملة حوالين محوره في وقت قد ايه او اللي بيسموها السرعة الزاوية فلو انت موجود عند قطب من القطبين البندول في الحالة دي بيمثل محور دوراني الارض والارض بتلف حوالين محورها دورة كل 24 ساعة فبالتالي انت هتشوف ان البندول نفسه هو اللي بيلف دورة كل 24 ساعة يعني البندول بيعمل 360 درجة في ال 24 ساعة يعني البندول بيلف بمعدل 15 درجة في الساعة اما بقى لو كان البندول موجود عند خط الاستواء في الحالة دي البندول ما عادش بيمثل محور دوراني الارض ده بقى عمودي على محور الدوران وبدل ما كانت الارض بتلف تحته لفة كل 24 ساعة والبندول نفسه بيباني ان هو اللي بيلف ده اصبح ان البندول بيلف مع الارض حوالين المحور وبالتالي مش هيبلك تماما ان هو بيلف بما يعني ان التغير في الزاوية اللي هيعملها البندول في خلال ساعة او سرعته الزاوية هتسوي صفر انما بقى لو كان البندول موجود في اي مكان ما بين خط الاستواء وما بين القطب في الحالة دي البندول ما عادش بيمثل محور الدوران وما عادش كمان عمودي على محور الدوران لكنه بيعمل زاوية مع محور الدوران وبالتالي البندول هياخد وقت اطول من 24 ساعة عشان يعمل دورة كاملة ولو عايز تفهم ليه البندول خد وقت اطول عشان يعمل دورة كاملة لما كان عامل زاوية مع المحور تخيل انك ماشي من نقطة لنقطة في خط مستقيم وعد خطواتك وارجع قارنها بعض الخطوات لما تقطع نفس المسافة لكن الخطوات تكون ميلة بزاوية على الخط المستقيم حتى اكتشف انه لما كانت الخطوات ميلة بزاوية عن الخط المستقيم ان عدد الخطوات كان اكبر وبالتالي هتاخد وقت اطول عشان تقطع نفس المسافة وهي دي بالضبط فكرة ميل البندول عن محور الدوران ولكن انت تخيل مثلا ان البندول عشان يعمل دورة كاملة وهو موجود عند فرنسا بياخدل في حدود 32 ساعة طب انت الوقت توهتنا انا عايز اعرف انا تخطفت فين انا موجود عند اي دايرة عرض احنا قلنا ان البندول عند القطبين بيلف 360 درجة في 24 ساعة يعني سرعته الزاوية 15 درجة في الساعة عند خط الاستواء السرعة دي بتساوي صفر لكن في المنطقة اللي موجودة ما بينهم سرعته هتساوي قيمة السرعة عند القطبين مضروبة في صين الزاوية دي او يعني صين دايرة العرض اخينا اللي بيسأل دايما انت جبت العلاقة دي منين يا عم شرف هقوله للأسف كان بيوده اشرحه لكن الاجابة محتاجة فيديو من دوته اطول من ده وفي رياضة كتير واحداثيات واحساب مسلسات لذلك انا مش هشرحه لكن هسيب لك دي كومنت وفيديو بيشرحوه في الوصف بتاع الفيديو لكن برضه هيتطلب منك انك يكون عندك خلفية رياضية معقولة نوعا ما نرجع بقى الاخينا المخطوف عشان نلحق نعرفه يتصرف ازاي هنقول له هتجيب بندول ويفضل انك تحركه في مكان ما فيهوش طيارات هوا اللي هيلفها البندول في خلال ساعة والزاوية دي هتساوي الزاوية اللي كان مفروض يعملها البندول لو كان موجودة عند القطب مضروبة في صين دايرة العرض نفترض ان البندول في مكانه الحالي عمل عشر درجات في الساعة وزي ما قولنا هو بيعمل خمستاشر درجة في الساعة عند القطب بالتالي صين زاوية العرض هتساوي عشرة على خمستاشر يعني هتساوي ستة وستة وستة من مية عشان تجيب دايرة العرض هتحسب صين مينس وان ستة وستة وستة من مية وعشان تجيبها بالأقل حسبة هي عبارة عن shift وسين لل66% يعني الزاوية هتطلع تقريبا 42 درجة يعني دايرة العرض اللي انت مخطوف فيها واللي البندول موجود فيها قيمتها 42 درجة وممكن تعمل التجربة دي على الاحداثيات اللي انت موجود فيها وهتلاقي ان نسبة الخطأ بسيطة جدا وبكده قدر اقول لك مبروك انت كده عرفت ان الارض بتتحرك وانها مدورة مش مسطحة وعرفت انت موجود في نص الكرة الشمالي ولا الجنوبي وعرفت انت موجود عند دايرة عرض قيمتها كام تحديدا فاضل بس تتصل بحد عشان يجي انقذك لكن لو فاكر ان دي النهاية تبقى غلطان انت لسه معرفتش حقيقة الخرايط البيضة وصور ناس المتفبركة ورحلات الطيران وزير منطقية لكن الكلام دا كله هيبقى الحلقة الجاية ان شاء الله وبالتالي مش بحتاج اقول لك انك لازم تدوس لايك وتعمل شير وتشترك في القناة وتفاعل اشارة الجرس عشان تعرف لما الحلقة الجديدة تنزل سلام